قلنا ان احنا بنقسم البيضاء لطيب 1 اللي هو جوفناي الانست او اللي هو بنسميه انسيل اندبندنت ديابيتس وطيب 2 اللي هو ادالت انست او نون انسيل اندبندنت ديابيتس خلينا نجيب الصبورة البيضة عشان نشرح الموضوع الاول وبعدك هنرجع نقرأ السلايات احنا المشكلة في الادالت انست ديابيتس او طيب 2 المشكلة ما بتبقاش في الانسيلين المشكلة بتبقى في الخلية النهائية اللي بتستقبل بتاع الانسلين خلية العضلات او خلية عشان كده بنسمي النوع ده المشكلة مش في الانسلين احنا كالعادة عندنا الرحلة بتبدأ من البانكرياس بتاعنا اللي بتفرز الانسلين تمام الانسلين ده بيكون موجود في جسمنا في الدم تمام هي بتفرزه في الدم اهو ووظيفته ان هو هياخد الجلوكوز ويقوم ودخله جوه الخلايا المشكلة ان بتيجي الخلايا دي تيجي يجي يقول لها او يجي الانسلين يقول له الجلوكوز ادخل تماما له والله ما هيحصل فيرجع فيجي زيد جوه فتيجي الخلايا طبعا البانكرياس مش هيسكن يقوم يزود ايه يزود اتنين ثلاثة هم فالانسلين يزيد تمام فيجي الجلوكوز يدخل تم ايلان والله ما هيحصل ابدا يرجع فالجلوكوز يبقى برضو عالي عشان الجلوكوز هنا قليل في الخلايا فبعدين يجي البيتا سيلست الجنة تم زيادة كمان كل ده بيحاول يكمبنسيد هيزيد الانسلين وهكذا فالعيان ده يكون عنده الانسلين عالي وفي نفس الوقت الجلوكوز عالي في دمه الاتنين بيكونوا موجودين مع بعض وده لان الخلايا نفسها هي اللي بتريزيست هي اللي فيها مشكلة هي اللي مش قادرة تستجيب للافكت بتاع الانسلين في مشكلة في الجلوكوز اوبتيك طب هتقول لي ايه اللي بيعمل الحاجة دي الريسك فاكتورز كتيرة في حاجات منها موضفايبول في حاجات موضفايبول لكن اهم حاجة على الاطلاق الاوورويت او الاوبيزيتي التخن يقال ان الادبوس تيشيو يعني الدهون الدهون دي بتفرز حاجة اسمها TNF alpha وبتفرز حاجة تانية اسمها resistant والاتنين دول هما اللي بيسببوا ان الخلايا ترفض الافكت بتاع الانسلين وبتسبب الانسلين رزيستنس ولكن من الحاجات التانية نقص الفيزيكال اكتيفتي عدم رياضة الاكل الغير صحي الاكل السريع وجود هيبرتنشن او ضغط التدخين الجلوكوكورتوكويتس كل الحاجات دي موضفايبول ريسك فاكتورز ممكن بنحاول نشتغل عليها عشان نقل ولكن في حاجات الانسان ملوش تدخل فيها زي مسلا في جينات معينة بتبقى موجودة بتخلي الموضوع ده يحصل لو في يعني لو العيلة دي الاب والام عندهم سكر في الغالب الاولاد بيجي عندهم سكر الموضوع يحصل برضو في اجناس دونا عن اخرى مع زيادة السن الموضوع ده بيبقى ممكن الانسان يجي له مرض السكر كذلك حدوث حملة بيخلي خاصة لو حصل جيستيشنال دايبيتس اللون طايب فور ده برضو بيخلي الست دي عرضة اكتر ان يحصلها طايب تو دايبيتس وبالتالي ريسك فاكتورز اللي تخلي الخلايا تتجنن وترفض موضوع قبول الانسلين او قبول الجلوكوز الجلوكوز ابتيك كتيرة لكن اهمها على الاطلاق الاوبيزيتي او التخل نقول بس كام ملحوظة كده قبل ما نقرأ اللي في الكتاب اول حاجة ملاحظ شكل العيان هنا عامل ازاي يعني العيان بتاع طايب وان كان حد سنه صغير وثن رفيع عشان بسبب طبعا تكسير اللي عمل يحصل في العضلات وبييأكل كتير ويدخل حمام كتير الموضوع ده مش موجود هنا في الغالب العيان ده اوبيز وهو راجل سنه كبير او واحدة ست سنه كبير حد يعني في التلاتينات هاربعينات كده فده اول حاجة مختلف شكل العيان تاني حاجة الاعراض الاعراض بتاعة الطايب وان انه ياكل كتير ويشرب كتير العراض طايب تو في الغالب هي الكمبليكيشنز الكمبليكيشنز هنا ما بتبقاش حادة في الغالب بتبقى كرونيك يعني ايه العيان مش حاسس ان الجلوكوز عالي في جسمه عشان كده احيان بيسموه القاتل الصامت هو والضغط هما الاتنين بنسميهم القاتل الصامت لان الجلوكوز لما بيكون زيادة كده في الجسم بطريقة كرونيك هيبدأ يتراكم في الخلايا النورمال وبيعمل حاجة اسمها وده يعني بيروح يترصب على الخلايا فيترصب على فبيعمل بيترصب في وبيكون سواء بقى البلود فيزلز الكبيرة او الصغيرة وده يروح يسبب بقى امراض في القلب ويسبب امراض في المخ ويسبب امراض في الاعصاب هنتكلم عن كل الحاجات دي دلوقتي فالاعراض في الاساس في طايب تو بتبقى اعراض ايه والسوربطول وهنتكلم عن سبعة شوية بس بس ايه بفرق لك عن ان ده يختلف عن اعراض طايب ون اللي في الغالب اه شخص هو الفيع بيأكل كيرو يدخل الحمام كتير وفي الغالب يحصل له بمناسبة هل العيان ده ممكن يحصل له زي العيان الاولاني في الغالب لا ليه لان وجود الانسولين الكتير ده يمنع ان الليفر يستخدم يبدأ يحول الاسيطايل كو ايه لكيتون بودس ده ما يحصلش في وجود الانسول ده بيمنع حدوث كيتو اسيدوسيس فبالتالي مش العيان ده ميجليش ضايبية الكتيرو اسيدوسيس لكن الهايبر جليسيميا الرهيبة دي لو زادت فجأة بسبب ممكن يدخل في حاجة اسمها ودي برضو بيحصل فيها بسبب الهايبر اسمولاريتي الرهيبة يعني الجلوكوز عالي جدا فالاسمولاريتي بتاعت الدم عالية جدا وبالتالي برضو يقل والعيان يدخل في رهيب جدا اكتر من وبالتالي معظم الاعراض بتبقى بسبب ونقص الصوديم فيدخل في يعني بتبقى بشعة وفي الغالب بتتعالج اهم حاجة بالفلوودز فممكن اه يدخل في سيفير كومليكيشن زي كده لكن بالاساس مشكله اكتر في الكرونيك كومليكيشنز اللي بتحصل بسبب النوم انزيماتيك كلايكيشن الملحوظة الاخيرة في العلاج الطايب ون احنا كنا بنديله انسلين لانه هو اصلا انسلين ديبندنت دايبيتس يعني مشكله انه ما عندوش انسلين فبنديله انسلين في طايب تو ماشي بنعمل كده احنا عايزين نقلل فنقوم نقول للعيان بعد اذنك خس بعد اذنك متاكلش اكل واحش بعد اذنك علج الضغط بعد اذنك ما تدخنش بعد اذنك متاخدش الدواء الفلاني بعد اذنك العب رياضة كل الحاجات دي بتقلل فنفس الوقت بنحاول نشتغل على خلايا البيتاسيلز اللي عندو البيتاسيلز بتمر بمرحلتين المرحلة الاولى الكمبنسيشن عمالت تكمبنسيت ان هي بتحاول تعليل انسلين عشان تدخل الجلوكوز بس بتفشل مع الوقت بترهق بيحصل لها بتجيب اخيرها بلوها انا خلاص تعبت بقى مش قادرة فما تبقاش وبالتالي الانسلين اللي طالع منها بيبقى في الاخير بيقل فاحنا بنشتغل على الجزء ده وبنحفز الخلايا البيتاسيلز انها تطلع الانسلين عن طريق ادوية بتتاخد عن طريق البق زي الميتفورمن والحاجات اللي انتو بتدرسوها في الفرماكولوجي في علاج السكر لكن مع الوقت الخلايا دي هتجيب اخيرها خالص والعيان بتاع الطايب تو بيتحول من علاج السكر اللي عن طريق البق ده في الاخير بيتحول زي وزي طايب وين ويبدأ ياخد حقا انسلين يعني من الاخر بنتطر ندي له انسلين في الاخر خالص فده بنسبة للعلاج يبقى كده دي الملاحظات اللي انا كنت عايزة اقولها الشكل العيان مختلف عن طايب وين الاعراض بتاعته اه اعراض اللي هي الكمبليكيشنز اللي هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي وفيه اختلاف في التحت المايكروسكوب وفيه اختلاف كمان في العلاج لو جينا نقرأ بقى اللي في هالسليدس اللي معانا هبيقولك ان طايب تو دايبيتس ده بيبقى بسبب مقاومة الانسلين وده بيبقى تسعين في المية من جميع تسعين في المية من مرضى السكر هما طايب تو وده بنشوفه اكتر في الكبار لكن هو هو بحكم انه متعلق فبالتالي هو ممكن يصيب اي حد في اي سن وبقى مشهور في الجماعة الاطفال بسبب ايه طبعا الاكل الغير الصحي والوزن الزائد بيبقى فيه الكرونيك كومبليكيشنز بقى اللي هي الانفكشنز والكيدني ديزيز والاكولار ديزيز والنيرف انجري والهايبرتينشن والكورونا ريارتر ديزيز والسليبرو فاسكولار اكسدنز كل الحاجات دي هنتكلم عنها في الكرونيك كومبليكيشنز اللي هننوها عليها دلوقتي على طول بعد ايه دي اه ممكن اه نتحكم في او نعالجه بان احنا نخس نلعب نخس في الوزن يعني نضبط الاكل بتاعنا والرياضة ونقلل الوزن اه وفي والغالب العيان بياخدوا وممكن ياخدوا بعدين قدام في المستقبل ياخدوا زي زي طيب وان يبدأوا ياخدوا لكن في الغالب بيفضلوا على فترة طويلة جدا ممكن يفضلوا عليهم اه علي على الاورال بقي حياتهم. الكريتيريا اه عشان في الاطفال وفي الادوليسنز ان هو يكون الطفل ده تمام? ده يعني ايه? بتاعه اعلى من تلاتين. تمام? لانه اه ده كده تمام? اعلى من خمسة وعشرين هو يبقى يبقى ده لو بتاعه اعلى من خمسة وعشرين زائد بقى اي حاجة من الاتنين دول. عندك ايه? اربع حاجات اهو. وجود اتنين منهم مع ان الولد يكون تخين يخليك تشخص ان العيان ده طيب ايه اول حاجة? لو في اه اه ان العيلة دي معروف ان بييجي فيها السكر النوع التاني. تمام? سواء في او ده اللي هم مين? اللي هو الاب والام والاخ 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 وهكذا. السكن دي جري اللي هو مين? اللي هو يعني ابن عم ابن خال هكذا. فوجود حاجات زي كده او اللي هو مسلا مش ابن عم ابن خال بقى يعني الجد والجدة الحاجات دي برضو ايه? بنسميها السكن دي جري. طيب اه ده بالنسبة اول واحدة او لو هو مسلا من ضمن الجماعة اللي بيجي لهم موضوع ده اكتر. اه فيه مسلا اه اه الافارقة هيختلفوا عن البيض عن الاسيويين وهكذا. طيب لو في الساينز او الكنديشنز اللي بتيجي مع فلو موجود الاعراض دي اللي هي مسلا زي اه وتخن زيادة كل الحاجات دي الاعراض اللي بتظهر مع زي مثلا دي برضو تخليك تشك في انه ايه العيان ده عنده اخر حاجة لو الام كان معروف ان هي وهي حامل جالها اه سكر الحمل اللي هو او هي كان عندها ضيابيتس عادي جدا قبل الحمل. كل اه وجود واحدة من هذي الاربعة اه وجود اسف اتنين من هذي الاربعة مع ان الطفل يكون اه ده يخليك تشخص انه اه في الغالب بيبقى بيبدأ عند سنة عشر سنين او عند البلوغ وانت بتحتاج انك تعمل بتحتاج تعمله عند سنة عشر سنين او عند البلوغ وتبدأ تكرره كل تلات سنين عشان تشوف العيان ده اه عنده ولا لأ وممكن تستخدم في انك تسكرين العيان ده حصل له سكر ولا لأ يعني بتشوف السكر التراكمي ولو اعلى من ستة ونص طبعا يبقى انت شخصته. ده كده عن احنا ما فيش كتير عليه لان هو ازاي ما اتفقنا ايه بيبقى مفترض انه لكن طبعا ممكن يجي في الاطفال. نرجع بقى احنا كده قلنا ايه? احنا كده قلنا والطايبس. المرة دي بعرفنا طايب وان وخلاص وتو. تمام? بعد طايبس عرفنا السيمتومزة طبعا عرفنا ازاي بنشخصه وعرفنا عرفنا منها ونوهنا كده بسرعة عن مين? عن المقابلة لها في الطايب دي بنشوفها في طايب وان ودي بنشوفها في طايب دو. لسه باقي هنحكي يعني بعد شوية. والعلاج يعني الصورة الكبيرة ان طايب وان ده المشكلة عنده في الانسلين فهياخد انسلين. ما يعني هنعرف بس اسماء الانسلين ايه وهكذا. اما طايب في الغالي بياخد ايه? زي الحاجات اللي هي والاسماء الاخرى. تمام? فده برضو ايه? لسه هنتكلم عنه سينا بسيطة. تعال بقى نمسك باقي او نتكلم بصورة عامة عن او مضاعفات مرض السكر. اول حاجة هنقسمها ليه مضاعفات حادة ومضاعفات مزمنة. المضاعفات الحادة او هي ببساطة غيبوبة السكر. احنا غيبوبة السكر دي ممكن تكون حاجة من اتنين. اما ان السكر عالي. ودي بتحصل فيه الديابيتك كيتو اسيدوسيز او او ان السكر يكون واطي. دي سكر واطي دي بتحصل لما يكون عيان يخد جرعة انسولين زيادة. يعني عيان تايب تو ده احنا اتفقنا. او تايب وان الاتنين دول احيانا بيتعالجوا بانسولين. فالانسولين ده لما بيتاخد وظيفته ان يدخلوا الجلوكوز جوه الخلايا. ياخدوا من الدم يدخلوا جوه الخلايا. فلو العيان خد جرعة او اخد جرعة زيادة الجلوكوز هيدخل جوه الخلايا مش هيبقى فيه جلوكوز في الدم يدخل في كومو على طول. او ممكن تحصل لو العيان خدوا الجرعة بتاعته تمام بس ما اكلش. مفروض ان هو بيأكل بعدها. برضو نفس الفكرة كمية الجلوكوز اللي جواه الدم تكون قليمة ويدخل في كومو. تيب نسميها هيبو جليسيم الكومو. والاتنين التانيين شرحناهم الديابيتكيدو اسيدوسيز. شرحناها بالتفصيل وعرفنا ان هي بنفتكر الاعراض والتحاليل والعلاج بتاعها كلمة بالحروف بتاعت الديكي اي. والهايبرجليسيميك هي شبيهة بيها. تختلف بس ان الهايبرجليسيمية بتبقى اعلى. يعني لو شفت البلاط جلوكوز بتاع العيان ده بيبقى في الغالب عالي جدا. اه فوق الخمسمية وفوق ستمية تمام. وبيبقى اه عنده سيفير ديهايدريشن ويدخل في كومو. المهم ان ده الاكيوت كومليكيشنز ان العيان يدخل في غيبوبة سكر. وبالمناسبة يعني اه معلومة تكون عارفها اه ليك في الحياة العملية. لو شفت عيان اغمى عليه فكر في غيبوبة السكر. اول حاجة تعملها انك تحط له حاجة مسكرة في بقى. ليه بقى? لانه حاجة من اتنين. لو هي غيبوبة سكر حاجة من اتنين زي ما اتفقنا. يا اما انه يكون سكر واطي يا اما يكون سكر وعالي. لما انت بتحط له حاجة مسكرة في بقى انت كده بتعالج الهايبو جليسيميا. والهايبو جليسيميا قاتلة. انما الهايبر جليسيميا هي اه مؤزية لكن ما توصلش لدرجة انه يموت في التو واللحظة. لو الجلوكوز مش واصل للخلايا الخلايا تموت. انما لو الجلوكوز زيادة جوه الدم اه صحيح العيان هيبقى موحشوا وهتبقى عيحصل له مشاكل لكن مش هيموت. فلو انت حطيت في بقى العيان حاجة مسكرة على طول. اما انك تكون انقصته او هتكون زودته مشاكل شوية صغيرين. مش مشكلة لحد ما تروح به للطوارق وهناك هيعالجوله الهايبر جليسيميا. فدي ايه كمعلومة سريعة ازاي بسرعة تتصرف مع اي حد اغمى مغمى عليه وتعتقد انه عنده غيبوبة سكر. بتتديله حاجة مسكرة او تحط حاجة مسكرة تحت لسانه على طول. ده بالنسبة للأكيوت كومليكيشنز. بالنسبة بالالكورونيك كومليكيشنز. فزي ما اتفقنا احنا بتحصل بسبب النون انزيماتي الجليكيشن. يعني ايه? يعني ان آآ بيبقى عندنا الجلوكوز الكتير جدا جوه الدم. بيبدأ يتراكم على بعض ال البروتينز. فبيتراكم مسلا على الهوموجلبين اللي في الجسم. في يكون حاجة او يكون حاجة اسمها هوموجلبين اي وان سي. اللي زي ما اتفقنا بنستخدمه في تشخيص الجلوكوز في تشخيص ضيبيتس ميليتس. لما بنلاقيه اعلى من ستة ونص. فدي حاجة مفيدة. انما حاجة غير مفيدة ان يروح يتراكم على بروتينات تانية. مشكلة البروتينات التانية انها مش بتتكسر. وبتروح تتراكم في المايكروفيزلز والمايكروفيزلز. يعني ايه? يعني تتراكم في البلوت فيزلز الكبيرة وتتراكم في البلوت فيزلز الصغيرة. وبالتالي تبدأ تكون اسروس كلوروسيس في البلوت فيزلز الكبيرة. اللي مع الوقت هتسد اللي يومن ده. وبالتالي البلد اللي رايح للأورجن هيقل. والأورجن اللي هنا ده سواء بها كان الهارت او البرين او الليمب يحصل فيه طبعا اسكيميا ويدخل فيه مشكلة كبيرة. او الكلام ده يحصل على مستوى صغير خالص. في البلوت فيزلز الصغيرة خالص. بيعمل حاجة اسمها هنا كده. وبيخلي الصغيرة دي نشفة. وبرضه في النهاية بيحصل حاجة اسمها وده بيقدي لنفس المشكلة بيقدي لنقص في الدم وبيسبب يعني عدم وجود في الفيزلز. ولذلك في بنقول ان احنا بنبقى عندنا مايكرو فاسكولر ديزيز. مايكرو فاسكولر ديزيز. وماكرو فاسكولر ديزيز. واشياء اخرى زي الفوت والسرز والانفكشنز واللي هي مسميها وغيرها. ولكن بالاساس مشاكل في الفيزلز الكبيرة ومشاكل في الفيزلز الصغيرة. وكل واحدة فيها طبعا تحتها حاجات. بس انا بحب دايما افتكرها ان زي عندنا تلاتة اغماءات. بيبقى عندنا تلاتة في المايكرو فاسكولر ديزيز. وعندنا تلاتة في المايكرو فاسكولر ديزيز. فاهم تلاتة اورجنز ممكن يحصل فيهم ماكرو فاسكولر ديزيز. وان البلوت فيزل اللي رايح للقلب. تمام? في النص تمام كده. البلوت فيزل ده يحصل فيه ابستركشن. بسبب الاساس كولوروسيز. يعني من الاخر العيان يدخل في مايوكارديال انفاركشن او سكتة قلبية. ده في النص او فوق البلوت فيزلز اللي واصل للبرين. فالعيان يدخل في سكتة دماغية او استروك. او تحت البلوت فيزل اللي واصل لي الرجل مسلا الليمبي يعني. فالعيان يدخل في بريفرال فاسكولر ديزيز. دول التلاتة الكبار اللي هموك. السكتة القلبية في النص السكتة الدماغية تحت او ان اللي واصل لي اي عضل اي رجلي مسلا. ده التلاتة اللي في الماكرو فاسكولر كومبليكيشنزال. التلاتة اللي في المايكرو فاسكولر كومبليكيشنز برضو. في في نص الكيلية. تمام دي بتعمل انفروبا في ده بالنص وفي اه فوق العين ودي بتعمل الريتونوباسي. وفي تحت الاعصاب ودي بتعمل النيوروباسي. طبعا النيوروباسي او الاعصاب هي مش تحت بس انا بفتكي لها دايما تحت لان يعني اشهر حاجة بيحصل فيها مشاكل في الاعصاب. الاعصاب اللي الرجلين بيبقى فيه نقص في السنسوري. وبالتالي العيان ما بيبقاش حاسس برجله ويبدأ يحصل فيها ويبدأ يحصل فيها انه يتخبط فيها بدون ما يدري زي ما هنتكلم بعد شوية في لكن دي الخريطة العامة بتاعت ممكن يحصل تلات اغماقات اتنين السكر فيهم عالي وواحدة السكر فيهم قليلة او انه يحصل عبارة عن نيفروباسي ونيوروباسي وريتونوباسي ونيوروباسي او يحصل ماكروفاسكولر ديزيز اللي هما طبعا الكوروناري ارتي ديزيز سيريبروفاسكولر ديزيز اللي هو الستروك والبريفرال فاسكولر ديزيز. فدول الحاجات بواجهة عام. تعال بانشوف الكتاب بتاعك اه كاتب ايه. لو جينا نبص بقى على السلايتس هتلي بيقول لك ان مضاعفات الديابيتس عندنا بنقسمها ليه اكيوت وكرونيك. الاكيوت هي الهايبو جليسيميا الايبو جليسيميا بنوع وعيها اللي هي اللي بنشوفها طبعا في طيب تو. هو طبعا مش كاتب لانه انا هنا بيتكلم عن طيب وان بالاساس. ده بنسبة لي الاكيوت. اما بالنسبة عندك ماكرو ماكرو ماكروه هو مش كاتبه اما التلاتة ماكروه هو مش كاتبهم créer اللي هي بالاساس طبعا اللي بيبقى بتيجي في الرجل بالاساس وفي اماكن تانية دي اللي تحت وواحدة فوق اللي هي وواحدة في النص اللي هي اللي بيبقى فيها بالنسبة اللي هي دي في الغالب ممكن تحصل يعني لكن في الغالب بتحتاج وقت طويل عشان فعلا تظهر اللي هي عشر خمستاشر سنة عشان كده بنشوفها اكتر مع هيبدأ اه بالاول مرض السكر هو من اشهر الحاجات اللي بتسبب او الفشل الكلوي التام اللي تخلي العيان يقضي باقي عمره بيغسل اه بيعمل يعني او يحتاج ان هو يعمل ينقل كالية تمام اه اول ما بيظهر بيظهر بحاجة اسمها ودي عبارة عن وجود او بمقدار تلاتين ميلي جرام في اليوم اه احنا بيبقى عندنا يعني لو نرجع نفتكر بيبقى عندنا حاجة اسمها في الكدني عندنا دي يعني بتمتص حاجات كتيرة جدا من اهم الحاجات اللي بتمتصها لان ده بروتين مهم في جسمنا وما ينفعش ينزل في البول فهو بترجع تمتصه فلما يبدأ يحصل ان فروق يعني لما يبقى عندنا سكر السكر ده بيروح يتراكم في الخلايا بتاعة الكدني ويأثر على عملية الامتصاص ونبدأ نفقد قلبهم في اليورين طول ما هو المقدار الفقد ده قليل اقل من تلاتين ده الموضوع ده بنقول انه طبيعي او يعني يعني في فقد اه بس فقد بسيط لما يبقى تلاتين ده بنقول انه فيه فقد بس مايكرو وده خطير ولازم تبدأ تعالجه عشان ما يحصلش اتفاقهم عن كده لما الموضوع بقى طول ما انت من تلاتين لتلتمية انت كده اللي هو ايه مدري اول ما يعدي التلتميت يعني وانس ان انت عديت تلتميت ميلي جرام بردي انت كده خلاص دخلت في فعلا وكده حصل يعني نفروباسي قوية يعني واضحة او قوية لانما بتفقد قلبي من ايه من التلتمية او اعلى وده بيحصل بعد عشر خمستاشر السنة وبيبدأ طبعا حالة تتدهور لحد ما العيان اه طبعا يفضل يقل لحد ما العيان يوصل لمرحلة يعني فشل كلاوي تام وده بيحصل في خمسين في المية من اعينين في خلال عشر سنين وخمسة وسبعين في المية في خلال عشرين سنة تمام فانت هو بيقول لك ايه بقى ان بدون علاج العلاج هنا ان احنا طبعا بتعالج السكر وبتدي تمام بتدي وطبعا بتعالج السكر يعني تدي له ايه انسيلن فانت بدون علاج بدون الحاجات دي تمانين في المية القلبي من اكسكريشن بيزيد من عشر العشرين في المية لكل سنة لحد ما يوصل اللي هو طبعا تلتمية لان احنا زي ما اتفقنا من تلاتين لتلتمية ده اسمه مايكرو قلبي من ايري بعد التلتمية ده اسمه اه نفروباثي وده خطير وده ممكن ياخد الوقت ده كله عشان يحصل دي حصلت هيبدأ بقى يقل خلال السنوات اللاحقة من من بعد الرقم ده لحد ما يوصل دي دي نادرة لما تحصل لو احنا اكتشفنا بدري وبدأنا ايه نعالج بدري بدري ساعتها ما بندخلش في المشاكل دي خالص وطبعا احنا المفترض ان احنا نعمل سكريننج ده اختبار بتعمل عادي في التحاليل الطبية بنطلب اه ان احنا نبحث عن وجود المايكروالبومن في اليورن يعني بناخد عيينة بولو نشوف فيها مايكروالبومن ولا لا مفترض ان احنا نعمل الكلام ده بعد تشخيص العلاج يعني بعد ما العلاج مايتشخص بعدها بخمس سنين نبدأ ايه نشوف الموضوع ده بصورة دورية عشان نتجنب حدوث مشكلة النفروباثي بعد كده عندنا الجزء اللي فوق اللي هو الريتنوباثي دي عين بسيطة اه يعني اه بيبقى عندك برا كده لوح ازاز اسمه قارنية بيعدي من الضوء فيتكسر ويدخل بعد كده على العدسة تمام اكيد الحاجات دي عدت عليك في عدادي او سنويا ايا كان العدسة دي تكسر الضوء هي كمان وتخليه يقع هنا ورا على الشبكية الشبكية دي اللي هي الريتنا تمام طبعا دي كورنيا ودي لينس ودي اه الريتنا الاسماء الانجليش يعني فالريتنا دي متصلة طبعا بي هنا الابتك نيرف الابتك نيرف ده هيروح على مكانه في في الكورتكس ورا هنا كده في وبالتالي ايه يتم الابصار تشوف الايه ايا كان الصورة اللي هو عيني طيب دي الايه النورمال ايه بقى مرض السكر ممكن يضرب الموضوع ده ازاي ممكن يعمل لك اشهر امراض العين اللي هتدرسها لما تيجي تدرس الرمل يؤثر على اللينس على العدسة دي يعمل عتامة في العدسة اللي احنا بالبلد بنسميها المية البيضة اللي هي اسمها التاني كاتاركت وده بيحصل عن طريق ان بيحصل حاجة اسمها سوربيتول اكيوميوليشن الجلوكوز الكتير الجلوكوز ده مفتادن هو بيتحول جوه الخلايا لحاجة اسمها سوربيتول وفي حاجة جوه الخلايا انزيم يعني اسمه سوربيتول دي هيدروجينيز بيقوم مكسر يعني السوربيتول بس ده ما بيبقاش موجود فيه في اللينس وبالتالي لما يبقى فيه زيادة في الجلوكوز كتير قوي السوربيتول ده بيحصل له اكيوميوليشن في اللينس ويعمل ايه عتامة فيها ويبقى مرض الكاتاركت او Greenspan لبيتول ، فده بالنسبة للحاجة الاولى بالنسبة للحاجة الأخرى انه هو بيقى لزيادة ال TSB انترا اوكيلر برشر طبعو ما ش الاسم البلديه المية الزرقة علاقة المية الزرقة بالموضوع يعني ما تعرفش بصوة ما يسمونه مية الزرقة ايضاً يسبب المية البيضة اللي هو الكاتراكت يسبب المية الزرقة اللي هو الجلوكومة واخر حاجة بيسببها انه الرتنا يعني الشبكية اللي ورا دي بيؤدي الرتنا دي لو انا شلت بقى ايه يعني لو انت لاحظت فيه هنا بلوت فيزلس كده ماشية شايفة لا لا من الشخباطة بتاعتي بس اهي هدي بلوت فيزلس لما حصل فيها احنا اتفقنا بيحصل مايكروفاسكورال ديزيز لو حصل فيها هايلاين ارتوريولوسكولروسيز بتبدأ تتكون كده زي بليبس فيحصل زي اسكيميا وده هيؤدي طبعا لبروليفرتف ريتينوباسي وننبروليفرتف ريتينوباسي وننبروليفرتف ريتينوباسي زي ما نحكي بعد شوية يبقى الامراض اللي هتحصل بسبب الضيبيتس ميليتس انه بيحصل ريتينوباسي بيحصل الجلوكوما ليا المياة الزرقة وبيحصل الكاتراكت اللي هي المياة البيضة زي ما انتنلاحظ هنا العدسة شايف لنا عامل زي ابيض عتامة في العدسة على عكس ان العدسة هنا شفافة في الجلوكوما بيحصل زيادة في الضغط داخل العين بيزيد جدا وده بالتالي بيأثر على ويعمل ضغط عليه ويبقى فيه مشاكل في الرؤية وده بيبدأ بسبب انه بيحصل هنا مش هاي سدخل في تفصيل كي هنتكلم عن ده بتفصيل فرنامض ان شاء الله وبعد كده وده اللي هنتكلم عنها بنوع من التفصيل شوية عشان مكتوبة في كتابك هي مشاكل الشبكية الشبكية بيتبقى متغزية ببلوت فيزلس لو البلوت فيزلس دي حصل فيها هايلين ارتريولوس كروسيس بتبدأ تفرقع احيانا فتكون هيموروجيس اللي ممكن تتحول لحاجة اسمها تترصب كده بنسميها هاردي اكزيوديت وتتكون نوع من الاسكيميا البيضة اللي بنسميها الكوتون وولسبوتس لانه اصلا الريتنال لونها احمر فلو الدم مش وصل ليه بيبقى لونها بيض فبيض واستحمر يقولك ياه دي شبه القطنة ما علينا وده ممكن تشوف حاجة اسمها يعني زي ايه بقليلة صغنونة كده كل الحاجات دي اللي بنشوفها في الديبتك ريتنوبوسي لو جينا نقرأ الى في الكتاب هنلاقي ان الريتنوبوسي دي في الغالب بتحصل بعد حوالي عشرين سنة تقريبا كل عيانين الطيب 1 طيابيتس واكتر من ستين في المية من الطيب 2 هيبقى عندهم يعني جزء من الريتنوبوسي بشكل او باخر فعيانين الطيب 1 بيقولك ان حوالي اربعة في المية او تاتة ستة في المية من اليونج انسيت بيشنس اللي هما اهل من تلاتين سنة بيبقوا بيحصل لهم انهم يفقدوا البصر تماما واحد وستة من عشرة من اللي بيبقوا اكتر من تلاتين سنة ده يعني نسبة اقل من اللي بيكونوا اه بيحصل لهم فقد البصر تماما وستة وتمانين في المية من ان فقد البصر كان بيبقى بسبب الديابتك ريتنوبوسي ولذلك دي يعني خطير جدا وانا شفت في حياتي بعض الناس اللي فقدوا البصر في سنة صغيرة بسبب مرض السكر فربنا يعافينا جميعا نسأل الله العافية في الدنيا والاخيرة اي المهددة للبصر اه يعني ان هي تحصل مع في اول اي تلات خمس سنين اه او قبل البلوغ يعني نادرا جدا لما موضوع فقد البصر ده يحصل قبل سنة البلوغ او حتى في اول اي تلات او خمس سنين من تشخيص يعني حتى لو تم اكتشافه متأخر يعني ما نقلق شي لان هو في الغالب باذن الله اه مجرد ما نبدأ ان ننتظم على العلاج ما بيحصلش الموضوع ده بعد كده يعني دي برضو بعض الذكر السريع لبعض المضاعفات اللي ممكن تحصل اه مع مرض السكر زي انه ممكن الضغط يعلى ممكن يبقى فيه زيادة في الكوليسترول ممكن يبقى فيه اه يحصل يعني التهاب في الغدة الدرقية ودي اوتو اميون وبيحصل لان اصلا زي ما اتفقنا طايب وان دايبيتس يعتبر اوتو اميون ديزيز وعندنا قاعدة في الطب بتقول ان لما يحصل اوتو اميون ديزيز في الغالب بيحصل معاه اه امراض اوتو اميون اخرى من ضمنها من ضمنها ضمن الحاجات برضو اللي بنعتبر اوتو اميون ممكن يبقى عندنا مرض او كل الحاجات دي ممكن نشوفها كمضاعفات لمرض السكر هو اي البقين عن و فخلينا نقرأهم مع بعض بيقول لك ان انت المفترض تقيس سنويا من الكوليسترول اه وتبقى فيه يعني من حين لاخر تشوف عشان تشوف العيان ده حصل له ضغط ولا لا وعلى حسب بقى والله لو الكوليسترول عالي او الضغط العالي تعمل ايه؟ تدي له بقى حاجة تقلل الضغط او تقلل الكيمية الكوليسترول في الدم عشان طبعا ايه؟ تتجنب ان في المستقبل يحصل سكتة قلبية او ده بالنسبة بالنسبة دي مشهورة وممكن تسبب طبعا الحاجة دي احنا كنا تكلمنا بالتفصيل زمان عنها في اه واحنا يعني بنتكلم عن امراض الغدة الدراقية وطبعا الاعراض ممكن تكون هنا يعني ايه؟ غير ملحوظة ولذلك الايه؟ المفترض ان احنا بنعمل اختبارات الثيرويد او اختبارات الغدة الدراقية كل سنة عشان نشوف اخبار والتي فور والتي اس اتش على اخبارهم ايه؟ طبعا مفترض في الهايبو سيروديزم ان الاتنين دول يكونوا قليلين والتي اس اتش يكون على شوية فيعني دي برضو ايه حاجة تعرفها كده على جنب بالنسبة لي بقى للهايبو جليسيميا وزي ما اتفقنا دي خطير ويعني معظم الاحيان بيبقى ياتروجينيك ممكن يحصل بدون اي سبب انما في احيان اخرى تانية بيبقى في اسباب واضحة وصريحة هي اللي دخلت العيان في الهايبو جليسيميا زي مسلا انه انه العيان ده يدخل في سيجرس او كوميا يعني لو اغمى عليه او لو حصلت اشانه جات او لو هو احنا عارفين ان هو مفترض فيه في جسمنا حاجات عكس شغل الانسلين فلو فيه مشاكل فيها ده برضو ممكن يدخل العيان في هايبو جليسيميا فلو برضو مسلا على سبيل المسال يعني مفترض ان انت الجلوكوز لما يقل فيه الدم المفترض ان الجلوكاجون يزيد طب افرض الجلوكاجون ما زادش يعني ده ما كانش شغال ده طبعا يدخل العيان في هايبو جليسيميا لان احنا زي ما اتفقنا زي ما قلنا زمان احنا عندنا يعني فيه كده ايه زي ميزان يقع على كفة منها الانسلين وهو بيحاول ان يقلل الجلوكوز جوه الدم تمام بيحاول ان يقلل الجلوكوز جوه الدم اما فيه الكفة الاخرى فيه حاجات بنسميها ديابيتوجينك هرمونز ودي طبعا على رأسها الجلوكاجون الجلوكاجون تمام والابنفرن والكورتيزول والحاجات دي كلها مفترض هي دي المسامية انت دايما الجلوكوز في جسمك يعني ايه يقع ما بينها زين التأثيرين افرض الجلوكوز قل يبقى انت محتاج تزاود الجلوكوز يبقى انت مفترض الحاجات دي تزيد افرض الجلوكوز زايد يبقى انت محتاج تزاود الانسلين ايه يزيد وهكذا فطبعا لو في نقص في الجلوكوز وما زادتش الحاجات دي ده ممكن يدخل العيان في هايبو جليسيميا كذلك بعد ده نفس الفكرة يعني اللي احنا زي ما اتفقنا احنا عندنا الجلوكاجون والابينفرين والجروث هرمون وكذلك الكورتيزول كل الحاجات دي يعني بتزود الجلوكوز في الدم او بنسمية ضيابيتوجينك ممكن 25% من العيانين ما بيكونوش داريانين ما بيكونوش واخدين بالهم ان هما بيحصل عندهم هايبو جليسيميا وبالتالي بيبقى فيه اوتونوميك رسبونسز للإبسودز اللي بتيجي بعدها يعني لما يحصل الموضوع ده بعد كده بيبقى فيه اوتونوميك رسبونسز اعراضها ايه? اعراضها طبعا ان بيبقى فيه مشاكل في الاعصاب بنسمي الموضوع ده نيورو جليكوبينيا بمعنى ايه? ان طبعا الجسم بيقوم بيحاول يفرز ادرينالين اللي هو يعني بلاش ادرينالين خلان نكتبها وطبعا الابنفرين ده يدخل الجسم في حالة كأنه بمعنى ايه? يحس بضربات قلبه صريع يحس انه بيعرق يحس كأنه هي دي الحاجات اللي بتحصل ايه? اثناء لما الابنفرين او الادرينالين يكون عالي في جسمنا فيبدأ يحس بسويتنج ويحس ببتاكيكارديا وهكذا بنعالجها بان هو بسرعة على طول نديله اي حاجة مسكرة سواء كان جلوكوز جلة او تيبلتس او حتى لو شرب عصير او ان احنا نديله ايه? اي حاجة مسكرة سواء كانت بيبسي كولا ايا كان لو بقى الموضوع اكبر شوية لازم طبعا نديله جلوكاجون ده هيقوم معالي الجلوكوز جوه الدم او طبعا نديله اي في جلوكوز بس الكلام ده لازم يحصل في الهوزبتل بالكلام ده بنبقى في وبكده بفضل الله نكون خلصنا كلام عن احنا لحد دلوقتي شرحنا تعريف وقلنا ايه هي انواعه المهمة والغير مهمة وقلنا ايه هي اعراضه من خلال فهمنا للباثوفيزيولوجي وللاتيولوجي وعرفنا ازاي بنشخصه وعرفنا ايه هي بتاعته كانت اكيوت او كورونيك وقان الاواني ان احنا نختم كلامنا بالكلام عن علاج الضيابيتس او بتاع الضيابيتس عندك سلايد من الابتداء من السلايد اللي بتقولك ازاي تعيش مع مرض الضيابيتس وايه هي الاهداف اللي احنا حابين نوصل لها من العلاج طبعا احنا حابين نوصل لمرحلة يكون في اه اه ان احنا نعرف نعمل نهضم كل الاكل اللي بناكله بشكل كويس يعني نبقى فيه طبعا احنا نحب ان الطفل ده ينمو بشكل طبيعي ويدمو جنسيا بشكل طبيعي وينضج تمام نمنع حدوث الاكيوت او الكورونيك كومبليكيشنز وعلى رأسها الكيتو اسيدوسس العيان ده في الغالب يعني مش في الغالب هو بيتعالج يعني بياخد علاجه دايما في البيت بتاعه ايه الاهداف اللي حابين نوصل لها ان احنا نحافظ على البلوت جلوكوز اه اه يعني نحافظ على السكر في الدم يعني اقرب ما يكون للطبيعي احنا عارفين ان هو طبعا طبيعي من تمانين لمية وعشرين يعني حوالي مية فاحنا نتحاول يعني نحاول قدر الامكان ان نحافظ عليه ارب المية اه ان احنا اه نحاول نؤخر او نمنع اصلا ان يحصل اي كومبليكيشن ان احنا نحاول ان ما يحصلش ابدا السيفير هايبو جليسيميا اه خاصة في وانه طبعا السيفير هايبو جليسيميا زي ما اتفقنا اعراضها انه هيبقى دايخ وضعيف ويحس ضربة قلبه سريعة وبيعرق وتريمر اللي هي ايه اعراض زيادة الابنفرن اعراض زيادة الادرينالين تمام وان احنا آآ نحط في الاعتبار طبعا باقي افراد الاسرة اللي مفترض ان هما ايه يكونوا مساعدين آآ طبعا على حسب سن المريض هتختلف اهدافنا من العلاج بمعنى ايه آآ الناس اللي هما آآ اصغر من خمس سنين غير اللي هما يعني ست سنين وطالع يعني بدأوا دراسة غير اللي هما قدرس هنسبالغين شوية فالارقام بتختلف بمعنى ايه احنا عايزين نحافظ على في السن الصغير ده ما بين مية لمية عشرين تمام اما في السن اللي هو آآ بدأ مدرسة من تمانين لمية وتمانين اما في النسبة للكبار من سبعين لمية وخمسين ويعني لاني ده القيمة آآ بتاعة اللي هتناسب الفئة العمرية دي كل واحدة عشان يبقى لي نمو مختلف ولذلك في السن الصغير بيبقى من مية لميتين شايف الرنجي كبير ازاي تمام آآ وبعد كده يبدأ تقلل عشرين من هنا وعشرين من هنا فيبقى من تمانين لمية وتمانين وبعد كده تقلل شوية كمان فيبقى من سبعين لمية وخمسين في البعد كده هيبيتكلم بقى طبعا عن احنا كل ده في المشكلة في عندنا نقص في الانسلين فببساطة احنا هياخد حقا انسلين زي ما البنوتة دي آآ ربنا يعافيها ويعافينا جميعا بتاخد ايه حقا انسلين آآ الانسلين ده هيعمل لك ايه آآ يعني هيبقى فيه هيقلل هيقلل البروتين فيمنع والبوليفيجيا والبوليديبسيا واعراض الهايبرجليسيميا طبعا احنا بنقسم بقى الانسلين على حسب يعني بيشتغل بسرعة قد ايه ويفضل شغال لمدة قد ايه لحاجات اللي بنقسمها ليه تمام في حاجات آآ احنا ده يعني بيشتغل على مدار اليوم كله ده بتاخده يشتغل دلوقتي على طول يعني ايه يبدأ خلال عشر دقائية وعشرين دقيقة وبعد كده يفضل شغال لمدة حوالي ساعة ونص وخلاص على كده يعني اخره تلات ساعات تمام فانت خدت بالك ان انت يعني التقسيمة ليه التقسيمة دي مهمة ايه حاجة انت في الغالب بتاخدها بحيس او يعني العيان بياخدها بحيس انها تفضل موجودة كأنها يعني ايه بيزل بنسميها لان احنا طبعا نتكلم عن ريجيم مشهور جدا اسمه ايه بيزل بولس يعني ايه بيزل بولس يعني انت الطبيعي انت في جسمك في بيزل انسلين وفي بولس انسلين ده موجود على مدار اليوم والبولس ده اللي هو هيبقى متماشي مع الفطار والغداء والعشر لان انت كل مرة بتاكل مفترض ان الانسلين بيزيد في جسمك عشان يعود او يدخل الجلوكوز اللي اللي اخدتوا من الاكل ده جوا الخلايا فلذلك انت ممكن تدي حاجة بيزل تكون موجودة على مدار اليوم وتدي حاجة بولس بولس يعني بولس يعني طعام تمام تديها مع الاكل مع الفطار والغداء والعشر ده البيزل بولس ريجيم ده اشهر وافضل ريجيم يمنع على المادة الطائل انت مش هيهمك قوي انك تحفظ يعني ان الحاجات دي وشغلها امتى وازاي يهمك بس انك تحفظ الاسماء واحنا عندنا آآ اشهر واحد فيهم الجلارجين الجماعة عندك ده اشهر واحد آآ مهم مهم جدا لان هو ده الوحيد اللي بيتاخد اي في وهو ده اللي بنستخدمه في علاجة ده اشهرهم حاجة اسمها طيب ازاي احنا بقى بناخد حقن الانسلين دي طبعا هي بتتاخد تحت الجلد وبتعتمد بقى على حسب احتياج بتاعت زي ما اتفقنا من مية الميتين في الصغيرين قوي بعد كان قلل عشرين من كل شوية يعني مية وتمانين آآ يعني نقلل آآ من تمانين لمية وتمانين ثم من سبعين لمية وخمسين دي اللي احنا عايزين نوصل لها بعد كده بقى ايه عندك اتنين يعني اتنين طريقتين مشهورين قوي انما ان ياخد حقنتين في اليوم او البيزل بولس اللي بتبع اربع حقا في اليوم بس او ان هو ياخد بمب بس البمب دي في الغالب بنستخدمها فين في المستشفى تمام آآ وعشان نفهم الحاجات دي تعال ان هو جايب لك صور هنا كويسة ومفيدة جدا ده الشكل الطبيعي الشكل الطبيعي ان انت ايه ان انت على مدار اليوم بيبقى انت لما تيجي تفتر هادي البريك فاست هو يعلى الجلوكوس في جسمك ويعلى الانسلين معاه عشان يدخلوا جوه يدخل الجلوكوس جوه الخلايا بعد كده تيجي تتغدى فيقوم عالي تاني تمام اهو تيجي تتعشى يقوم عالي تاني ويفضل عالي طول ما انت فترة ما انت نايم كده وبعدين وانت لما تيجي تنام بقى يبدأ ايه بقى ايه عادي خالص لحد ما تيجي تفتر تاني فييعلى وهكذا يعني بيعلى مع الفطار ومع الغدى ومع العشدات طبيعي فانت عندك حاجة من الاتنين اما انك تدي اللي هو بنسميه انترميديات اا اكتنج انسلين اللي هو زي الان بي اتش مسلا تديه مرتين كده في اليوم تمام بحيس يكون مغطي الليلة دي كلها واحيانا تدي اا الشرطة اكتنج مع الفطار ومع العشد تمام دي طريقة دي اللي بنسميها توايس ديلي يعني بياخد حقونتين في اليوم تمام الافضل منها بقى ان هو ياخد واحدة قبل النوم تمام وبعد كده ياخد مع الفطار ومع الغدى ومع العشد تمام فدي اللي بنسميها البيزل بولس ريجيم البيزل اللي هو ده اللي هو اللي ماشي طول اليوم والبولس ده اللي هو اللي بيبقى طبعا واللي بيتاخد مع الاكل على طول والبيزل بولس افضل في منع الكمليكيشن فبيقول لك الطويس ديلي ريجيم ده ممكن تستخدموا في اللي سنهم صغير شوية ومش عايزين يعني ايه كل شوية يتشكشكوا لان التانية اربع مرات فهو وقت ده طفل صغير وطبعا هيكون متقلم واش عايز يتشكشك فممكن ياخدوا طويس ديلي ريجيم لو كبر شوية تمام اه ساعتها ممكن تحولوا على البيزل بولس ريجيم ممكن اللي هي بتبقى تدي آآ دي يعني ما بتبقاش آآ يعني افضل حاجة لان هي طبعا ممكن تدخل العيان في هيبو جليسيميا ولذلك ودايما لازم آآ ان هو يقيس السكر بتاعه قبل ما ياخد العلاج لنفرض ان هو مسلا الجلوكوس بتاعه قليل تمام احنا زي ما اتفقنا احنا الطبيعي اصلا من ثمانين لمية وعشرين اقل من ستين انت كده دخلت في هيبو جليسيميا تمام خمسين اربعين هكزا فايفرض ان هو اصلا بيقيسه لقاه آآ ستين ما ينفعش ياخد انسلين لانه لو اخد انسلين هيدخل في هيبو جليسيميا فايه هي بتاعت الانسلين ثيرابي طبعا اهم حاجة على الاطلاق هي الهايبو جليسيميا لكن ممكن يحصل حاجات تانية زي يعني ان يبقى فيه تضخم في الاماكن اللي بتتحقن فيها الحقا الانسلين الدهون اللي فيها بتدخن او ان العيان يدخل في اصلا في وما يبدأ ما يستجبش للعلاج اللي بعد كده بتحكي عن حاجة ظريفة يعني ايه لحظوها آآ مع العيانين اللي بدأوا ياخدوا علاج انسلين آآ لحظوا ان بيبقى فيه تحسن كده في البداية ويبدأ العيان ايه مجرد ما ياخد علاج الانسلين يبدأ فجأة يوم ورد تاني يحس يلاقي انه محتاج جرعات اقل والجلوكوز جدا وبس بعد كده موضوع ده بيتغير لانه طبعا يعني حاجة حلوة في البداية وبعد كده بتتغير فقال لك ايه احنا نسميها فترة شهر العسل او الهانيمون بيريود ليه لانه معروف ان شهر العسل ده بعد الواحد لما بتجاوز وبيعود حوالي شهر احيان تزيد شوية بقى يعني خمس اسابيع ست اسابيع من من الايه من اللطافة والحلاوة والجمالة ايه اختي كميلة ايه دي بطة وبتاع ماشي وبعد كده طبعا ايه عينك ما تشوفها لانور شباش بوحزمة وبقى وبتاع ومحاكم خلع ومحاكم طلاق فالهانيمون بيريود او فترة شهر العسل دي بتحصل فيه العينين اللي لسه متشخصين بطايب وان دايبيتس وما حصل لهمش طايبيتس كيتو اسيدوسيز بيبقى فيه عندهم بعض خلايا البيتاسيلز اللي لسه متضمرتش وبالتالي الخلايا المتبقية اللي هي متضمرتش دي لما العين يبدأ ياخد انسلين تستجيب ليه تستجيب للانسلين وبالتالي يقدر يفرز انسلين تاني من الخلايا اللي هي متبقية وما تضمرتش وبالتالي الاحتياج للانسلين او جرعات الانسلين بتبدأ تقل الموضوع ده بيحصل في اول كام اسبوع من العلاج وممكن يمتد لحت كام شهر يعني في الكتير او كام شهر ويعني اقصى حاجة انه يفضل ممتد للمدة سنتين وبعد كده طبعا خلاص الخلايا الباقية دي هتحصلها وهيبدأ العيان يحتاج جرعات اكبر الفترة اللي في البداية دي ليه فترة شهر العسل ممكن يحتاج جرعات قليلة لدرجة انه يوصل لستة من عشرة او حتى اربعة من عشرة وحدة لكل كيلو في اليوم اه الامال الارقام الطبيعية كان ان اه اللي هما اللي لسه ما بلغوش اللي هما صغيرين خالص يعني اه وعندهم سكر اكتر من سنة او سنتين بيحتاجوا نص لوحدة كاملة لكل كيلو في اليوم ولما بيجبروا شوية ويدخلوا في مرحلة البلوغ وقت البلوغ طبعا بيبقى عندنا الجروس هلمون وده من ضمن الحاجات اللي هما اه ديابيتوجينك اللي هو يعني مع الشلة التانية شلة الجلوكاجون والابنفرن والكورتيزول وكده الجروس هلمون طبعا هيفرز وقت البلوغ وهيبقى عالي وهيسبب انسلين رزيستنس فطبعا هيحتاج ايه جرعات اكبر من الانسلين فيبدأ يحتاج وحدة او وحدتين لكل كيلو في اليوم ده بالنسبة للهانيمون بريود بالنسبة للنيوتريشن لازم طبعا الطفل ده يأكل اكل صحي ومتوازن بمعنى ايه انه يبقى من خمسين لخمسة وستين في المية من الاكل اللي تخلو يكون من الكرباهيدرات اقل من تلاتين في المية من الدهون والتناشر العشرين في المية من البروتين يعني يحاول يبعد عن الدهون شوية عشان الكوليسترول طبعا يعني من الحاجات طبعا اللي عارفين ان هي بتسبب الكوليسترول انتيك مفوض يكون اقل من تلتميت ميلي جرام في اليوم يأكل حاجات فيها كتير زي اللي في الصورة دي يعني يأكل خضروات وجزر وفواكه وكده ويعد الكرباهيدرات اللي بيأكلها ويخلي بالو منها مفيش حاجة محرمة لكن كل حاجة تتاخد بشكل ايه مدرت وشكل المتوسط يأكل تلات وجبات في اليوم طبعا وممكن يأكل ما بينهم مرتين او تلاتة وكل العيلة تأكل نفس الاكل عشان ما يحسش ان هو يعني ايه مختلف وبيأكل حاجة مختلفة. طبعا طول ما هو بياخد علاج لازم ان هو بتاعه من حين لاخر ودايما ويقيسه دايما قبل الاكل عشان اه وقبل ما ياخدوا الجرعة بتاعته عشان ما يحصلش ما يحصلش هيبو جليسيميا. اه من حين لاخر يشوف الكيتونز في اليوم اخبارها ايه? لا فجأة اه يدخل في كيتو اسيدوزيس فدايما الحاجات دي تمنع ان ده يحصل. زي ما اتفقنا بيبقى من خلال زي ما اتفقنا ان احنا بنحاول نحافظ عليه اقل من خمسة وستة من عشرة. او يعني بقى في العيانين اللي هما عندهم سكر بنحاول نحافظ عليه اقل من سبعة. قالك ان انت بتقيسه اربع مرات في السنة يعني بتقيسه كل ثلاث شهور. بيبقى اين اكرت في العيانين اللي هما عندهم يعني عيان مسلا انيميا الخلايا من جلية او اه اه لو هما عنده مالاليا او الحاجات اللي هي بتأثر على الهموغلوبين كل الحاجات دي اه هيبقى فيها الهموغلوبين اي وان سي. ليه? لان هو اصلا عبارة عن هموغلوبين والفراكتوزامين والحاجات دي ساعتها هي الممكن اللي تستخدمها بديلا عنها في العيانين اللي عندهم مسلا انيميا خلايا من جلية. الهموغلوبين اي وان سي او السكر التراكومي بيدينا فكرة قد ايه استخدامنا للانسولين يعني متحكم في او عامل جليسيم الكنترولي. فاحنا زي ما اتفقنا هو اصلا يعني الطبيعي اه لحد خمسة وستة من عشرة. اعلى من ستة ونص بنقول انه مريض سكر. فانت بقى يعني المفترض ان انت بتحاول في مريض السكر تخليه دايما اقل من سبعة. تمام? فوالله لو نجحت تخليه اقل من سبعة في حدود انه من ستة لتمانية. ده انت كده كنترول ممتاز. وفي الغالب العيان ده جلوكوز اه بيبقى بتاعه من مية عشرين لمية وتمانية. ده ممتاز يعني خليك على الرجيم اللي انت ماشي عليه ما تعملش اي حاجة. والله بقى من تمانية العشرة ده لأ يعني نص نص كلام مش حلو قوي. تمام? وفي الغالب ده بيقابل مية وتمانين لميتين واربعين. آآ آآ ميلي جرام لكل دي سلتر في البلد جلوكوز ليفل يعني. اما اكتر من عشرة ده انت كده بور كنترول ده وحش جدا. ونسبة ان العيان ده يدخل في كرونيك كومبليكيشنز عالية جدا. ساعتها بيبقى اعلى من ميتين واربعين. يبقى الانتنسيف كنترول افضل حاجة. اللي هي تقريبا زي ما قلنا بيتبقى حوالي سبعة آآ في المية. اللي هو مجلب الايون سية والسكر التراكمي يكون بتاعه سبعة اللي هو يعني من ستة لتمانية. بعد كده كل ما تزود اتنين يعني من تمانية على عشرة ده اوحى شوية اكتر من عشرة ده وحش جدا. بعد كده هنبدأ بقى نقلب في لان احنا شرحناها كلها. تمام? وآآ هنتكلم على سريعا يعني. في بعض العيانين اللي هما بياخدوا جرعات الانسلين لحظوا ان هما اول ما يصحوا من النوم يجي يقيسوا آآ الجلوكوز في الدم بتاعهم يلاقوا انه في هايبرجليسيميا. فيستغربوا ازاي يعني? المفترض ان هما واخدين جرعة قبل النوم. وبالتالي مفترض ما يحصل لهمش ان يعني الجلوكوز يكون زيادة في دمهم كده. فلاقوا انهما ده بيحصل بسبب حاجة من اتنين. اما ان آآ يعني ان هو الجرعة اللي اتخدت قبل النوم دي اتخدت بدري. تمام? وبالتالي مفعولها قال لبدري. فاول مصيحي كان الجلوكوز عالي. والموضوع ده بيسموه ظاهرة الفجر. دون يعني فجر وفنومن يعني ظاهرة. ظاهرة الفجر. ليه? لان الموضوع ده بيحصل الوقت الفجر. فبالتالي بتحصل بسبب ايه? ان الجرعة اللي اتخدت. بالليل كانت ايه? اتعاطت بدري. فخلصت بدري. ففعلى الفجر كده. حصل ان يبقى فيه زيادة في الهايبو جليسيميا. دي ظاهرة الفجر. او الظاهرة التانية باسم واحد اسمه الظاهرة التانية ان هو ايه? اه يعني اتعاطت بقدر قليل. فبالتالي وهو نايم حصل له هايبو جليسيميا. فايه? فالجسم طبعا عايز يحارب الهايبو جليسيميا دي. يقوم مزود زي الكورتيزول والايمينفرين والجلوكاجون وكده يعني. فحصل تظهر فين? تظهر في الصبح. فدي اللي بنسميها السموجي في نومنا. ودي اقل اه يعني هي عن الظاهرة الفجر. اللي زي ما اتفعنا بتبقى بسبب يعني بتبقى بسبب ان انت عطيت جرعة الليل بدري شوية. فخلص مفعولها بدري شوية. لو عايز تفرق ما بين الاتنين تقيس الجلوكوز عند الساعة اتنين تلاتة بالليل كده. نعيش اتنين تلاتة اي ام هو ده اللي بيفرق لك ما بين الاتنين ويقع على اساسها طبعا اه هنزبط العلاج. هنزبطه ازاي? هنزبطه في ان احنا ما ندهوش بدري يعني ندي عند وقت النوم بالضبط عشان نمنع الدون او ان احنا طبعا ايه نزود الجرعة او نغير النوع عشان نمنع ده اللي هو بنسميها يعني زيادة في في الدم وبنلاحظة الموضوع ده بقدري يعني دي بعض الظواهر اللي بنشوفها مع علاج الانسلين. اللي بعدها طبعا احنا شرحنا فهنعدي كل ده. اه هنتكلم عن الايه فين فين اهيه فيه خلي بالك ان عينين السكر المفترض ان هما ما يعملوش اي اه يعني طاقة مفاجئة او لما هما يعني هو عيان ماشي على انسلين. وحابب يلعب رياضة يخلي باله ان الرياضة معناها ان العضلات هتحتاج جلوكوز. فبالتالي لازم قبل ما يلعب الرياضة. يقيس السكر بتاعه قبل واثناء وبعد الرياضة. دايما ياخد عشان اه لو ااخد جرعة انسلين ما يدخلش في هايبو جليسيميا. ممكن يحتاج انه ياكل اكتر او يقلل الانسلين عشان زي ما اتفقنا ما يدخلش في الهايبو جليسيميا وبيتعلم الموضوع ده بالتجربة. وفي الغالب هيحتاج اه من خمستاشر جرام كاربوهيدريت كل تلاتين دقيقة من يعني لو بيلعب لعبة قوي. لازم كل نص ساعة يطلع ياكله حاجة سريعة عشان طبعا ما يدخلش في هايبو جليسيميا. ولو لقى فيه في اي وقت من الاوقات ممنوع ان هو طبعا يعمل عشان ما يدخلش في اي العيان اللي عنده مرض السكر ممكن يحس كانه خلاص يعني اه انسان مريض ويفضل طول عمره يعني يعني خلاص هيموت او كده. لازم طبعا ايه? اه كل العيلة تكون جنبه وتعرفوا ان دي ان شاء الله حاجة اه بسيطة ويقدر يتعايش معها بدون اي مشاكل. ولذلك كل احد يتشخص في العيلة اه انه بقى مريض سكر لازم طبعا يقعد مع دكتور نفسي عشان يتكلم معاه ويحاول اه يشوف لو عنده اي مشاكل ويحلها له. يتعامل مع مشاكل الزنب او الغضب او الخوف او الانكار او الاكتئاب. يتعامل مع اي حاجة من الحاجات دي في حالة ان هي تظهر. البروجنوسز بتاع المقال بتاعه. ممكن يحصل لهم جتير زي ما اتفقنا. اللي بيحصل في الهايبرجليسيميا بيبقى نادر في العينين اللي هما الديابيتس عندهم اقل من خمس سنين او اقل من عشر سنين. اما بيبدأ يظهر كليناكلي برضو قبل عشر لخمستاشر سنة. يعني مش قبل خمستاشر سنة عشان نبدأ نشوف الحاجات اللي منسميها سواء كانت ماكرو او ديزيز. بعض انواع بتحصل اه اه بتحصل في مية في المية من عينين. عشان كده ربنا يعافينا هي من الحاجات الخطيرة جدا اللي ممكن تحصل مع النفروباسي بيحصل في النهاية في تلاتين لاربعين في المية من الحالات وبيبقى سبب من تلاتين في المية من كل الحالات اللي بيحصل لها فشل كلاوي مزمن او فشل كلاوي تام اللي هو بتحصل من تلاتين لاربعين في المية في العينين اللي بلغوا وكان عندهم وبتسبب طبعا اسباب سنسوري وموتور بتبقى في مشاكل في بيبقى فيه دايما اه هيحسوا كده كأنه فيه اه نغز او الم في الاماكن الايد والرجل بيسموها بيبقى فيه مشاكل حركية احيانا اه متعلقة رقم تلاتة مشاكل في البصر او اوتونوميك ودي بعد البلوغ بتبقى اشهر صورة لها او ضعف في انتصاب القضيب عند الرجل دي حاجة مشهورة جدا بتسبب طبعا لمايكارديل انفاركشن والستروك والانتنسيف كنترول بتاع الضيابيتس بيقلل بشكل قوي جدا ان الحاجات دي كلها تحصل عشان كده قلنا لازم يبقى فيه انتنسيف كنترول انتنسيف كنترول ده اللي هو ايه زي ما تفعلنا ان الهموغلوب من اي وان سي يكون اقل من سبعة في المية ده اللي بنسميه انتنسيف كنترول يعني يعني احنا متحكمين في السكر بشكل كويس الانتنسيف كنترول ده لقوا ان هو بيقلل المشاكل دي بنسبة ستة وسبعين في المية بالنسبة للرطابر نيروباسي وبنسبة تسعة وتلاتين في المية بالنسبة للنفروباسي اللي هي المايكروalbuminuria وبنسبة ستين في المية في النيروباسي عشان كده الانتنسيف كنترول مهم جدا نختم باخر سلايد معانا وهي رسائل مهمة للعينين ولي الوالدين اللي عندهم اطفال عندهم طايب وان دايابيتس. لازم نتكلم اه مع الطفل بشكل واضح جدا عن تشخيص المرض ده. وان هو مفيش اي حد كان السبب ومفيش اي حد عمل حاجة او ما عملش حاجة. وبالتالي نتج عنها الطايب وان دايابيتس. مفيش حاجة عشان نحس بالزنب. وان ده يعني اه بالرغم من ان تقريبا الاباء الاب والام ممكن يلوموا نفسهم ويحسوا ان هما السبب في ان الطفل جاله طايبيتس وده مش صحة خالص. وان احنا نبقى عارفين كويس جدا ان مع العلاج المزبوط البروجنوس بيبقى كويس جدا وبيبقى عنده حياة طويلة وسعيدة وما فيش اي مشاكل خالص. في حين ان احنا لو تجاهلنا السكر هو ده اللي بيقدي لي مشاكل خطيرة على آآ مدار الحياة. وان هو ان شاء الله بازن الله في في وحنا عايشين يوما ما هنوصل له لعلاج تام. ودي كده تبقى آآ آآ دي وهي عندنا عشان ان هما بس ياكلوا اكل صحي آآ في نفس الوقت كل يوم. ونفر ان هما يعني دايما ياخدوا الجرعات بتاعتهم. مفيش حاجة اسمها نفوت جرعة الانسلين بتاعتي. في آآ قبل ما ناكل ناخد ال ال اللي هو الشورت اكتنج. ودايما نزبط جرعات الانسلين بناء على البلاط جلوكوس باترن والجول اللي احنا عايزين نوصله. فدايما بنقيس قبل الاكل وقبل النوم وناخد جرعات الانسلين بناء عليها. آآ في حالة ان يحصل هايبو جليسيميا احنا يعني خلاص مش نهاية العالم اللي قدر الله ما شاء فعل. نخطط لها قبل ما تحصل. يعني نكون عارفين انها ممكن تحصل. ولو حصلت نعمل ايه? وهكزا. ولذلك لابد جدا من انه اي مريض سكر نفهمه ونفهم العيلة بتاعته بالمرض وبالمضاعفات بحيس انه لو قدر الله في حالة حدوث اي حاجة نتعامل معها مباشرة. ودي كده نهاية المحاضرة دي. اتكلمنا الحمد لله رب العامين عن وتعريفه. وان هو متعلقة بالاساس بالميتابوليزم. اتكلمنا عن وعرفنا بتاع الاطفال و اللي بنشوفه في الكبار بس بدأنا نشوفه في الاطفال. و اللي هو اتكلمنا عن الباثولوجي بتاعه او وعرفنا ان هو يكاد يكون في طيب ون وفي طيب تو بيبقى رزيستنس. وفي الحالتين السيمتومز بتبقى اما بوليفيجيا وبوليوريا وبوليوديبسيا والاعراض دي او ان هو طبعا اعراض. وبالنسبة تكلمنا طبعا بصورة مستفيدة عن والكرونيك. وان عبارة عن اغماءات. قد تكون اغماءة بسبب الزيادة ودي بنشوفها في 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 طايب وان او في طايب تو. او انه نقص في السكر ودي الهايبوكليسيم الكوما اللي بنشوفها في اي من الاتنين. او ودي بنشوفها بسبب النون انزيماتيك جيلايكيشن. والنون انزيماتيك جيلايكيشن اما انه يعمل ماكروفاسكولر ديزيز او انه يعمل مايكروفاسكولر ديزيز. وعرفنا التلاتة بتاعت كل واحدة فيهم. وان هنا بالكلام عن العلاج. اللي هو بالاساس في طايب ون بيبقى عبارة عن انسلين. وعرفنا ايه هي بتاعته. وايه هي اه الحاجات اه اللي مفروض تتعمل او البعض الظواهر اللي بتحصل معه. وفي طايب تو بتبقى. وكده بفضل الله نكون خلصنا اهم مرض على الاطلاق هو والضغط فيه منهج الطب. وده بفضل الله. اه وما كان من توفيق فهمنا الله وما كان من تقصير فهمنا من الشيطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى قليل وصاحب الجمعين والحمد لله رب العالمين.